أجلب الأمهات بعثين بيسألونا إحنا أولادنا بيجي لهم الدور بتاع اللوز كتير مش عارفين نعمل العملية ولأ طب هل نعملها في دخلة الشتة ولا نستنى شوية إزاي نقدر نحدد هو بالنسبة للتهابات اللوز ودي أكتر حاجة شيوعنا عندنا في تخصص الأنف ووزن تمالي بيبقى هي مش مجرد حلها عملية بس لازم أتأكد أن الالتهاب اللي عندي فعلا التهاب اللوز فإن أنا أشخص الالتهاب وتكراره ده أهم حاجة يعني لازم أن الأم تتأكد أن الطفل كشف كويس وده فعلا التهاب صديدي في اللوز في ارتفاع درجة حرارة في تضخم في الغدد الانفوية في الرقبة في موجود التهاب صديدي في اللوز وانس إن إحنا حسبناه إنه التهاب صديدي في اللوز نبدأ نعد لو هو أكتر من خمس مرات في السنة يبقى ده محتاج إنه يتشار طبع لو هو مجرد جا مرة في السنة جا مرتين في السنة لأ نتابعه عادي يبقى اللوز دي ما بازتش إحنا وننشلش اللوز عشان التهابت إحنا نشيل اللوز عشان بازت اللوز اللي بازت هيبقى المقروب جواها مش هيقوت ساكت كل شوية هيتكرر في كل مرة الالتهابات تتكرر بنفس السيكوينس ده درجة حرارة عالية صعوبة في البلاء صديد في اللوز وحيل نازل للطفل فلازم نفرق هل ده مجرد التهاب في الزور هل مجرد دور برد عادي ولا التهاب في اللوز دايما المضاد الحاوي يا دكتور بيبقى من الحاجات اللي بتقلق الأمهات إن الدور اللي بييجي في اللوز بالنسبة كبيرة مش بيروح بسهولة غير لما الدكتور يكتب مضاد حاوي ونمشي عليه فترة وكده في أمهات تقول لا ما لازم اسيب منعته تشتغل وسيب الدنيا تبقى كويسة والمضاد حيتعب وإمتى نقلق من المضاد الحاوي وإمتى لا هي الفكرة كلها في حاجة يسمعها التهابات فيروسية والتهابات بكتيرية الفيروس ملوش مضاد حاوي المضاد الحاوي ده ضد البكتيرية مشكلتنا إن إحنا بنعالج أعراض الأعراض دي ما هي إلا صفارات إنزار تقول إن إحنا عندنا مشكلة أشوف المشكلة دي وديها العلاج المناسب يعني ما فيش حاجة أسمعها مضاد حاوي كويس أو وحش هو إنديكيتد ولا لأ أنا محتاجاة ولا لأ فإحنا مشكلتنا إن إحنا كلنا الإدراج بتاعت كل الأمهات فيها كلها مضادات حاوي وكلها علاجات ونقعد ندي علاجات وخلاص لأ نكشف نعرف الطفل عنده إيه يعني إحنا وجود دكتور أطفال شاطر معنا هو بيفلتر الحالات قبل ما تجلنا إحنا كامل في أزن فما بجلناش غير الحالات اللي بتستاهل لأن ما ينفعش عدد دي مضاد حاوي عمال على بطال هيجيلي حالة بجد محتاجة لمضاد الحاوي هيبقى الطفل عمل مناعة ضده